الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اتفقت قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب الفلسطينية على مثاق شرف بشأن المشاركة في الانتخابات العامة جاء ذلك عقب انتهاء اليوم الأول من الجولة الثانية للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية رئيس عبد الفتاح السيسي وتضمن مثاق الشرف التأكيد على تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام بأحكام المثاق وكذلك الالتزام بشروط النزاهة والحيادية والعدالة كما شدد المثاق على الامتناع عن استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية بين المواطنين وعدم ممارسة العنف أو الابتزاز ضد المرشحين أو الناخبين وكذلك التقيد بسير العملية الانتخابية بما يحقق نزاهة والشفافية واحترام دور الشرطة الفلسطينية لتأمين العملية الانتخابية كما أكد المثاق أيضا على ضرورة احترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين في دورهم الرقابية وكذلك الحفاظ على سرية التصويت والالتزام بفترة الدعاية الانتخابية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع السريلانكا في مختلف المحافل الدولية لأسيما في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس السريلانكا جوتابايا راجاباكسا أكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون بين البلدين خاصة على المستوى الاقتصادي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السريلانكي أكد الاهتمام الذي تليه بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في جميع المجالات وكذلك في مختلف المحافل الدولية هذا وتناول الاتصال جهود تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات بما فيها مكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى ملف في مكافحة الإرهاب باعتباره من أهم التحديات التي تواجه البلدين استقبل مطار الغردقة الدولي بالبحر الأحمر أول رحلة طيران قادمة من دولة كازاخستان والتي تسيرها لأول مرة الشركة الوطنية للطيران في كازاخستان وعلى متنها 175 راكبا وذلك بعد توقف دام نحو عام بسبب انتشار فيروس كورونا وأكد مدير عام إحدى المجموعات السياحية بالغردقة المستقبلة للرحلة أنه سيتم تسير رحلتين إسبوعيا لمطار الغردقة الدولية ومن المقرر أن تصل الرحلة الثانية يوم الجمعة المقبل أعلنت وزارة الصحة خروج 322 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148089 حالة وفي بيانها أعلنت وزارة الصحة تسجيل 640 حالة إيجابية جديدة و44 حالة وفاة أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تابون أمرا يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الانتخابات البرلمان أو الانتخابات البرلمان وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية فإن هذا الأمر حدد عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني ب407 مقاعد بدلا من 462 مقاعدا المحددة في السابق أي بتخفيض قدره 55 مقاعدا وجاء في المادة الثانية من الأمر تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية وفقا لقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد المعدل والمتمم قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد أول مؤتمر صحفي رسبي له منذ توليه الرئاسة في 25 من مارس الجاري حسب ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي وقد خالف بايدن ما درج عليه رؤساء السابقون وانتظر فترة أطول عقد مؤتمر صحفي لرد على أسئلة الإعلاميين وكان بايدن قد تعرض لانتقادات على خلفية عدم عقده لمؤتمر صحفي رسبي منذ توليه الرئاسة يتيح التفاعل والاستطراض إلى مزيد من الإسئلة والإجابة عليها أعلن الجيش في مالي مقتل 11 جنديا وفقد 11 آخرين عندما نصب مسلحون كمين لدوريات في الصخراء بشمال البلاد وقال الجيش في بيانه إن 14 جنديا أصيبوا منهم ثمانية في حالة خطرة في هجوم بمنطقة جاوب شمال البلاد وأضف أن سبعة إرهابيين قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد نهاية المنجزة الثمنة نعود لاستكمال باقي فقرات طبع الخير يا مصر بعد الفاصل